أهلا بحضراتكم من جديد بالتأكيد عندنا مباراة يوم الجمعة الجاية إن شاء الله هتكون الساعة سبعة بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي هوا لقاء الإياب ده مباراة النادي الأهلي كسب خارج أرضه ملعب سان جورج الوقين في استاد القاهرة بسلاسة أهداف مقابل للشيفة فبالتالي مش هنقول مباراة تحصل حاصل زي ما قلت في بداية الحالة ولكن مباراة ممكن نستفيد بتدفع بعناصر أخرى عشان بعدها بثلاث أربع أيام عندك لقاء مع إنبي في نصف نهائي كأس مصر فبالتالي هتبقى مباراة مهمة جدا لأنها مباراة ببطولة ونصف نهائي الكأس لازم يكون في فريق كسبان عشان يتأهل للمباراة النهائية حتى النهاردة أنا بتصفح كده وبشوف المواقع والجرائد والسوشيال ميديا كله بيتكلم مثلا ممكن ويكون لها توقعات واجتهادات على فكرة لأن لغاية اللحظة دي أو أنتوا دايما عارفين محدش بيقدر يتوقع كولر بيفقر إزاي كولر من الأمور الإيجابية كمان في شغله إنه بيشتغل ومحدش بيقدر يعني يخترق كواليس قط الليبسو يعرف الرجل بيحضر إزاي للمباراة هل ممكن يلعب بكلمة دبيس مكان معلول هل ممكن يدفع بمصطفى شبير مكان محمد الشناوي هل ممكن يدفع مثلا بطاهر محمد طاهر من بداية اللقاء ويدي راحة لحسين الشحات هل ممكن نشوف أحمد نبيل كوكا على حساب إمام عشور هل أفشة ممكن يبدأ هل ديانج ممكن الرجل يدي له راحة من مباراة يوم الجمعة كل دي على فكرة اكتهداته الناس بتحاول تشوف الأفضل ممكن يحصل إيه للأهل ولكن في النهاية فيه مدير فني عنده كل الأرقام المتعلقة بمعدلات اللياقة البدنية بمدى جاهزية كل لعب بالحالة الفنية والطبية والبدنية لكل لعب فهننتظر ونشوف يوم الجمعة كولر هيفقر إزاي في مسألة التدوير والروتيشن عشان المطشط اللي جاية أنت هتلعب مع أمبي يوم 4 أكتوبر بعدها بـ 72 ساعة رايح سكندرية تلعب مع الإسماعيلي في برج العرب بعد كده هيكون فيه راحة عشان تستعد لدور السوبر ليج مطش سيمبا التنزاني يوم 20 عشرة لأنه كمان في أجندة هتتلعب في الفترة من 9 إلى 17 أكتوبر فده الترتيبات اللي هتتم خلال الفترة اللي جاية بالنسبة للنادي الأهل وبالتالي هنشوف الفترة الجاية كولر هيبدأ يتعامل مع التدوير والروتيشن إزاي في الفترة اللي جاية